بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدونة ماكورتيك العرب أهلا بيكو كان فيه الأستاذ مصطفى تقريبا كان طلب آه الأستاذ حسان مصطفى تمام كان عايز يعمل للبيكو أو البوليت أكتر من 6 أكسزات في الأكسز بوينت دابلو دي اس ودي هوريها لكم بنعملها إزاي تمام بصوا شباب أنا هفتح البوليت بتاعي أهو وبرضه هجيب بيكو وهنعمله سوا ونشوف تمام هفتح البوليت بتاعي أهو وبيني تي والباسور ده أسف معلش وبيني تي لوج إن تذكر كلمة سير بصوا شباب احنا قلنا وانت بتبرمج علشان تعملهم يظهروا ماكات العملة ويشتغلوا تمام معاك بنعلم على حتة أكسز بوينت دابلو دي اس دي تمام بنعلم على أكسز بوينت دابلو دي اس طيب دلوقتي إيه الحل وأنا مفيش قدامي غير ست ماكات بس اللي أقدر أضيفهم مفيش قدامي غير ست ماكات فقط اللي أقدر أضيفهم طب لو تمالوا هعمل إيه علشان باقية الأكسزات اللي جاية أقدر أحطها بصوا شباب كل اللي هتعملوا تعال كده على كايمة سيستم تمام كايمة سيستم واعمل بيكب كونفجيريشن واعمل له داونلود واحفظ الملف وافتح الملف اللي انت حفظته ده افتح مجلد المحتوى أهو أخده كده على سطح المكتب عشان أقولك هنعمل فيه إيه أخده على سطح المكتب عندي هنا بست أهو وهفتحه اوبن هيقول لي هتفتحه بايه هقول له افتحولي بالنود باد هوا شباب هقول له افتحولي بالنود باد بصوا بقى هاجه أفتحه كده قدامي بالنود باد اهو زي ما انت شايف هندور على حاجة اسمها دابلو دي اس بصوا شباب طيب نعمل الفورمات وارد لا بلاش دي بلاش النود باد يعني احنا هنجيب البرنامج التاني اللي هو النود بلاس تمام علشان يبقى ظاهر قدامكم انا هقفل دا ولحظة احمل البرنامج علشان انا نزلهه لكم برضو تماما شباب كده حملت البرنامج هقول له فتح طبعا هتدي لكم لينك البرنامج بقى احمله عادي انجليزي عربي زي ما انت عايز انجليش نيكست نيكست واقول له كريت شورت كات تمام نستول تماما شباب بعدما البرنامج هيستطب هفتح بيه ملف التكست هفتح بيه ملف التكست اللي انا خرجته بера دا تمام اها او always a edit with not bad. تمام شباب حشان يبقي بتس كل حاجة زاهرة قدامي. جميل قوي. هو كده منظم للدنيا كلها وموريلي كل حاجة قدامي اهو. تمام? موريلي كل حاجة قدامي هشتغل علي هزاي. حلوة قوي. بصوا كده شباب لو ج настانا للخانات اللي تحت. نبدأ من عند يساوي كذا. واخدين بالكم. ده الماك اللي احنا حطينه في البولت مظبوط مش ده الماك اللي احنا حطينه في البولت الاولاني وبعدين هو وصل لحد رقم 6 مظبوط مش هو وصل لحد رقم 6 تمام بصوا بقى شباب دلوقتي انا عايز املة اكتر من رقم 6 هروح اخد ده هي كده كوبي تمام وضغط enter ونازل V وبير ويبقى WDS 6 هتبقى 7 هغير الستة ده هي ب7 واخدين بالكم يا شباب واكتب الماك الجديد اللي انا عايزه زي ده كده مثلا ctrl C وهكتبه هنا هغير بس اخر واحد كده علشان ايه ما يبقاش متشابه تماما شباب حلوة قوي طيب ناخد برضو ناخد مثلا من دي كوبي ctrl C واخدين بالكم انتوا هنعمل ايه ctrl V اعمل العدد اللي انت عايزه بس اهم حاجة ايه تكون مزبطه اهو سبعة ده هيبقى تمانية تمام لاحظة السلام عليكم هيا محمد تماما شباب ده رقم تسعة اه ده رقم تمانية وده رقم تسعة وهكذا واخدين بالكم وضيف بقى عدد الماكات اللي انت عايزه اهو علشان برضو تبقى ايه تجربة شاملة قدامك هنعمل هنا وهنعمل هنا وهنغير بس ايه في الماكات علشان ما يبقاش متشابهين بصوا شباب اه اه اف ازيرو اف اربعة اف خمسة اف سبعة اف تمانية وهكذا واخدين بالكم اكتب اعمل عدد اللي انت عايزه يعني كل اللي هيحصل ان انت هتاخد configuration برا من اخر حاجة انت عاملها وتبدأ تعدل اهو لو هنا مثلا نخلي دي زيرو ونخلي دي اتنين يبقى انا كده وصلت الكام لمثلا تسعة انت اشتغل زي ما انت عايز انا ما بقيدكش بحاجة لكن انا بوريلك ازاي تقدر تعدل كذا WDS تمام بعد كده هنعمل save سيفنا configuration حلو قوي سيفنا configuration كده هروح فاتح البولت بتاعي ورايح على system تاني تمام UBNT وال password UBNT واروح على Upload Configure افتح تصفح وانزل للملف اللي انا كنت ساحبه واقول له Upload اهو Upload واقول له apply اعتقد مفيش اسهل من كده نفس الفكرة هنروح على البيكو هناخد ونفتحه في النوت واروح على خانة WDS وحط الكمية اللي انا عايزها لو تفتكروا البولت كان فيه ماك واحد بس اللي متفعل مزبوط بصوا كده شباب بقى فيه كان ماك غير كمان دول الستة اللي ظاهرين لكن هو في الاساس تسعة عشر عشرين مية خمسمية حط الكمية اللي انت عايزها تماما شباب اعتقد الموضوع بقى سهل قوي باخد بيك اوب بفتحه ببرنامج النوت باد بخش اضيف العدد ال WDS اللي انا عايزه بعتقدش فيه حاجة كده صعبة تمام نفس البولت نفس البيكو ضيف خانات WDS زي ما تحب الموضوع ده لازميته ايه او هيفيدك ايه بازهار مكاتل عملة اللي تحت الاكسيزات اللي مربوطة تماما شباب الف شكر ليكم والسلام عليكم اي اسئلة او اي استفسار حطوها في الجروب بتاعنا او على صفحتنا مايكروتيك العرب والجروب باسمو شبكات لاسلكية وسيرفرات مايكروتيك تمام بتلاقوا اللينك دايما على صفحتنا والمدونة دايما بينزل عليها الجديد شكرا ليكم والسلام عليكم